يمكنك التحكم بالفيديو باستخدام الاحرف الموجودة على الكيبورد او باستخدام الهاتف المحمول لدي في القرن الواحد والعشرين اخيرا طفرة كونية حصلت يوتيوبر كويتي قرر انه يتبرع بمصاري لأفعال خيرية ابو فلة واللي هو اعظم يوتيوبر لتاريخ هاي اللحظة برأيه الشخصي وجد في اليوتيوب العربي معظم متابعين هيقولوا ليش عم تكولك لو ليش عم تعمل له فيديو ولكن الحقيقة اللي معم يعرفوه الناس انه حركته اللي ساواها كل ما يجي مليون بيتبرع لأفعال خيرية حركت اليوتيوبر العربي فمسلا بالوقت اللي كانوا فيه السوريين عم يموتوا من الجوع والقهر كانوا اليوتيوبر السوريين عم يحطوا جنس مولودهم على برج خليفة بهذا الوقت هذا اليوتيوبر الكويتي الرائع قرر انه يتبرع بمبلغ خمسة وعشرين الف لأيواء اتناش عائلة سورية فبالتالي معظم اليوتيوبر باقيين سوريين ركبوا الموجة وقال خلينا نعمل حمل التبرعات فقررت روح من وقتي عشرين يوم لأعمله هذا الفيديو اشكره بطريقتي الخاصة اسم الشخص حسن سلمان يقال ان جنسيته هي الكويت ولكن اعتقد ان هذا الامر لا يعني فهو مترفع عن هذا الامر لم يسافر قط في اي طائرة ولم يغادر بلده في الاصل مملكته اليوتيوبرية تزداد بشكل طردي بسبب اسدوبه العفوي التي يتعامل بها مع متابعيه ومن بين مشاريعه عمليات النور التي يتابعها ابو فولة بذاته لمساعدة المكفوفين لديه اكثر من مستوصف يطبع له ويقوم بالتبرع لها لمساعدة مناطق نائية ولديه ايضا مشروع كفالة ايتام ابو فولة ومتابعيه مشروع كفالة طلبة ابو فولة ومن بين مشاريعه بناء بئر ابو فولة ومتابعيه في منطقة مالي لمساعدة الناس على شرب المياه الصالحة للشرب بناء مسجد ابو فولة ومتابعينه ليكون صدقة جارية له لاحظوا معي عملية ادخال المشتركين معه بعملية تبرعات جدا مهمة يعني هو اللي مادو يعمل مشروع فالفورا بقول ابو فولة ومتابعين وهي شغلة تحسب له نعم يدخل الناس بافعاله الخيرية فاذا الموني عنكم يا ريت فوتو تشتركوا عنده لهذا الشخص الرائع لانه كل ما يوصل لمليون جديد بيعمل حملية تبرعات لمناطق تانية في عنا بالعراق ابو فولة في عنا بليبيا في عنا مناطق تانية ابو فولة في عنا بمصر كمان بحاجة لمساعدة ياريت ما تنساهم وبنهاية المطاف اذا كنت حابب انك تشترك عندي شكرا جزيلا لك اذا ما كنت حابب تشترك عندي كمان شكرا جزيلا لك والى اللقاء لا تنسوا تحطوا لي لايك واذا كان في يوتيوب بر كتير عجبكم ياريت حطوا ليها بالتعليقات ممكن بالمستقبل اني ساوي له فيديو ولكن لهلا انا برأي ما في حدا بستاهل غير ابو فولة والى اللقاء جميعا انا احمد وردي لكم مني طيبة المناه واتمنى لكم كوكبا خالي من الدمار